موضوعنا اليوم يا جماعة عن حقوق الإنسان خصصت وزارة الداخلية أهمية خاصة لفئات معينة مثل المعاقين كبار السن النساء الأطفال أصبح من الضروري توعية المنتسبة وزارة الداخلية على مفهوم وقيم وعادات معايير الدولية الخاصة في حقوق الإنسان والتشريعات المعنية في هذا الجانب الولاء والانتماء للوطن إلى أي مدى ساهم هذا الشيء نعم أنت كل ما كنت ملم بالقيم والسلوكيات المطلوبة منك أنت كمواطن إماراتي تجاه وطنك تجاه الأسرة والمجتمع بالأخلاقيات والسلوكيات الحميدة اللي لديك رايح تحافظ على حقوقك أنت حقوق الإنسان وحقوق غيرك بدون ما يكون فيه تعدي عليها بدون ما يكون فيه أي تجاوز إذا فخرت كل الشعوب بمقدها فإن الإمارات لها الفخر زائدة هذا المجلس سنعالج فيه قضية جنوح الأحداث حماية المجتمع هي مسؤولية الجميع ليست مسؤولية رجال الأمن فقط وإنما مسؤولية الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة الحدث ينتقل من تأثير الأسرة إلى تأثير المجموعة وتأثير المجموعة أو تأثير الأقران يخليه خاضع لمفهوم هذه المجموعة وحتى فكرها وحتى تصرفات حتى لما تسأل منه معاك هم يتكلم الوقاية من الجريمة تتمثل في التربية أعتقد المدرس أيضا له دور أيضا مهم جدا في المدرسة ترجمة نانسي قنقر